تعود القوات الأجنبية إلى ديارها بعد حرب طويلة خاضتها هنا تاركة أفغانستان تماما كما كانت قبل عشرين سنة أمام خيارين إما تسوية سياسية أو حرب طويلة ومع إصرار كل طرف من أطراف النزاع على موقفه يبدو أن البلد سيشهد استمرارا للوضع الراهن لن ندخل مرحلة سراع عام ولن ننعم بسلام تام فالأعتقاد بأننا سنشهد سلاما شاملا في البلد أعتقاد خاطئ سندخل مرحلة لا سلم ولا حرب ستشهد مناطق في البلد حربا وتنعم أخرى بالسلام بعد عشرين سنة أضحت أفغانستان في المربع الأول ستجد الحكومة الأفغانية نفسها بعد أن تفقد دعم الولايات المتحدة في وضع لا تحصد عليها سياسيا وعسكريا واقتصاديا فالأبواب مشرعة على كل الاحتمالات ووسط كل ذلك ثم تتوقعة بحلول أفغانية قد يتم التوصل إليها بعد رحيل القوات الأجنبية كانت طالبان تستمد شرعية حربها من وجود القوات الأجنبية في أفغانستان وبعد رحيل القوات الأجنبية لا يبقى دليل للاستمرار في الحرب ويجب التوصل إلى سلام دائم عبر طاولة المفاوضات الخوف من مستقبل غامض والخشية من العودة إلى حرب أهلية أهم ما يقلق المواطن الأفغاني إلى جانب أخطار جائحة كورونا وهموم الحياة اليومية تترك الولايات المتحدة حلفاءها وأعداءها في أفغانستان على صعيد متساوين تتخلى عن مساعدة الحكومة في مواجهة طالبان وتعقد مع طالبان صفقة لا تلتزم ببنودها ولي الله شهين العربية كابل ترجمة نانسي قنقر